السلام عليكم أسعد الله وقاتكم كل خير وجعلنا المولى وإياكم من المقبولين في دقائق سوف نتدارس أكثر الأسئلة الشائعة حول أحكام الصيام القضاء دين فإذا دخل عليها رمضان الثاني ولم يقضي الصيام واجب عليها يقضيه فإن كان السبب تساهل واجب عليه مع قضاء التوبة والاستغفار ولا يلزم فدية مع الصوم المريض الذي يرجى برؤه أي مرضه مرض عارض فتره تزول هذا ينتظر حتى يطيب ثم يقضي صيامه أما المريض الذي لا يرجى برؤه أي مرض دائم هذا يطعم عن كل يوم مسكين ومقدار الأطعام قرابة كيلو وربع من الأرز أما كبير السن الذي زال عقله وهو غير مدرك فهذا غير مكلف لا تجب عليه لا صيام ولا طعام إذا أذن الفجر وبيدك أسماء فلا عليك حرج أن تشرب لكن لا تأخذ شيئا جديدا من أكل وشرب ناسيا لا عليه حرج يكمن صيامه لكن من رأاه يجب عليها أن ينبهها رعاف الأنف تحليل الدم لا يفطر حشو الأسنان تنظيفها قلعة الضرس معجون الأسنان كلها لا تفطر شرط أن لا يبلع شيء الإبرة العلاجية بالعضل أو تحت الجلد أو بالوريد كلها لا تفطر والذي يفطر هي الإبرة المغذية المغذي الذي يقوم مقام الأكل والشرب القطره نوعين بالعين والأذن لا تفطر وبالأنف والفم تفطر وبخاء خربه لا يفطر القية والاستفراغ إذا كان متعمد يفطر أما إذا غلبه ذلك ليس باختياره فلا عليه حرج ويكمن صومه تكثر أسئلة عند النساء المكياج الكحل مرطب الشفاء استخدام العطور تذوق الطعام دون بلعه كلها لا تفطر صوم المسافر يفعل الأيسر له الصوم أو الفطر فإذا تساوى الأمرين فالأفضل الصوم لأن فيه برأي للذمة وصوم رمضان أفضل من غيره والقضاء شاق وكان عيصة والسلام يصوم إذا لم يشق عليه السفر استنشاق البخور عمدا يفطر لأن له جرم لو كان فيه شمس ترى فيه ظل البخور لكن فقط شم رائحته لا تفطر